حصدت مديرية شرطة مطار البحرين الدولي جائزة أفضل إجراءات الفحص الأمني بمطارات الشرق الأوسط من خلال التقييم الصادر من جودة خدمة المطارات بمجلس المطارات الدولي للربع الثاني من عام ٢٠٢٣ وتعتبر هذه الجائزة إحدى ثمار استراتيجية التطوير والتحديث الهادفة إلى تعزيز سلاسة العمليات التشغيلية بمديرية شرطة المطار يؤدي مطار البحرين الدولي دوراً محورياً في قطاع الطيران في مملكة البحرين الذي يحظى بدعم كبير من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعى ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كل هذا الدعم والاهتمام جعل من مطار البحرين الدولي نموذجاً عالمياً في قطاع صناعة الطيران وعزز من موقع المملكة على المستويين الإقليمي والدولي ونظير كل الجهود الدؤوبة التي يقوم بها منتسب مطار البحرين الدولي وتقديمه صورة مشرقة وانطباعاً مؤثراً عن هوية مملكة البحرين وروح الضيافة والترحاب فيها من خلال فريق العمل وجهوده المخلصة ومرافقه المتطورة حصدت مديرية شرطة مطار البحرين الدولي جائزة أفضل إجراءات الفحص الأمني بمطارات الشرق الأوسط من خلال التقييم الصادر من جودة خدمة المطارات بمجلس المطارات الدولي للربع الثاني من عام 2023 وهذه الجائزة أحدى ثمار استراتيجية التطوير والتحديث الهدفة إلى تعزيز سلاسة العمليات التشغيلية بمديرية شرطة المطار هذا التقدير الدولي المرموق لمستوى خدمات مطار البحرين الدولي في إجراءات الفحص الأمني يجسد الالتزام بتقديم تجربة سفر سلسة ومريحة وآمنة لجميع المسافرين وهي إضافة نوعية إلى رصيد مطار البحرين الدولي في الإنجازات الدولية التي تعزز من موقعه في مصاف المطارات الإقليمية والدولية